موسيقى العاشرة مساء هنا في مسقط هذه نشرة الأخبار والبداية دائما بأبرز العنوين بتكليف من جلالة السلطان المعظم معالي الشيخ وزير العدل يفتتح جامع السلطان قابوس بولاية سمائل بمحافظة الداخلية عشرات المخططات اعتمدتها اللجنة الفنية للتخطيط العمراني بجميع محافظات السلطنة منذ العام الماضي موسيقى انتهاء محادثات أطراف النزاع اليمني في جنيف دون إحراز تقدم لوقف إطلاق النار موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس من سعيد المعظم حفظه الله ورعاه افتتح معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل اليوم جامع السلطان قابوس بولاية سمائل بمحافظة الداخلية ويتكون الجامع من قاعة الصلاة الرئيسية وقاعة كبار الشخصيات وغرفة اللائمة وخطباء الجامع بالإضافة إلى مصل النساء ورواق على جانبي القاعة الرئيسية ورواق جانبي توسطه صحن مغطى بمظلة كما يحتوي الجامع على مكتبة وثلاثة فصول دراسية جامع السلطان قابوس بولاية سمائل يضاف إلى رصيد الإنجازات التنموية التي تشهدها الولاية يقع الجامع في منطقة المدرى على أرض مساحتها حوالي 41473 مترا مربع يتكون الجامع من قاعة للصلاة وغرفة اللائمة وخطباء الجامع بالإضافة إلى مصلا للنساء كما يحتوي الجامع على مكتبة وثلاثة فصول دراسية ومكاتب للإدارة ومرافق أخرى وتظهر النقوش والزخارف الإسلامية على أعمدة الجامع وأسقفه وتزين الجامع منارتان كبيرتان بارتفاع يزيد على خمسين مترا هذا الصرح الإسلامي الكبير قام على السلطان قابوس في ولاية سمائل الذي قام بنائه بمكرمة سامية من مولانا صاحب القلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظ الله والذي تزامن افتتاحه اليوم مع هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك حقيقة هذا الجامع يعتبر أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على أهالي ولاية سمائل وتم بنائه بفضل مولانا قلالة السلطان الله يحفظه ويمني عليه بالصحة والعافية وكما تشاهدون هذا الجامع يحتوي على مدرسة القرآن الكريم والصحن الداخلي هذا بالإضافة إلى المرافق الثاني آني نفخر اليوم بافتتاح هذا الجامع جامع السلطان قابوس وما لهذه الولايات من مكانة تاريخية عظيمة في الإسلام حيث أنها بلد أول من أسلم من أهل عمان ونفتخر بافتتاح هذا الجامع في هذه المناسبة الطيبة ألا وهي شهر رمضان المبارك يتسع جامع السلطان قابوس بولاية سمائل لأكثر من ثلاثة آلاف مسلي وقد أدى المصلون من الأهالي والمقيمين بولاية سمائل صلاة الجمعة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك في الجامع كفاتحة خير على الولاية وأهلها ويتميز جامع السلطان قابوس بولاية سمائل بنقوشه الجميلة التي جمعت بين فن الحضارة الإسلامية القديمة والفن المعماري الحديث والمستوحى من البيئة التراثية والتاريخية والحضارية لولاية سمائل يعقوب الخلفان دابي من ولاية سمائل محافظة الداخلية اعتمدت اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني عشرات المخططات في جميع ولايات السلطنة منذ تشكيلها العام الماضي حيث تقوم اللجنة بدراسة المخططات التفصيلية المقترحة من وزارة الإسكان بعد استفاء موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة التقرير التالي يلقي الضوء على عمل هذه اللجنة اعتماد ومراجعة المخططات المتكاملة أبرز اختصاصات اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني والتي قامت منذ تشكيلها العام الماضي باعتماد عشرات المخططات في جميع ولايات السلطنة أصبحت مخططاتنا متكاملة بجميع خدماتها ومأخوذ في الاعتبار جميع الاحتياطات من حيث الطرق ومن حيث مسار الأودية ومن حيث منسوب الأرض بمقارنتها بالأراضي المحيطة وربط المخططات بالطرق وتوفير جميع الخدمات سواء كانت للمرافق الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الدفاع المدني أو الشرطة والمدارس وغيرها من جميع الخدمات التي هي ممكن أن تتوفر في المخطط وتضم اللجنة الفنية في عضويتها 15 جهة حكومية لمناقشة مواقع المخططات واحتياجاتها للخدمات الضرورية وجود كافة الجهات المعنية بما فيها الشرطة عمان السلطانية الهدف منها مراعاة القوانب التخطيطية وأيضا نظر في المواضيع التي تقدم السلامة المرورية وتأكد منه هناك مواقف وأيضا مسارات وأيضا المخطط الحديثة تشمل على أماكن عامة تقدم الحركة المرورية وأيضا السلامة المرورية وتختص اللجنة أيضا بالبت في كافة الطلبات الحالية والمستقبلية الخاصة بتغيير الاستخدام والارتفاعات إلى حين اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه له دور كبير في هذا الموضوع ونحن عضوين نمثل هذا القانب، القانب البلدي والقانب الماي جميع المخططات له علاقة كبيرة بالعمل البلدي والعمل الماي كما تقوم اللجنة بتدارس واتخاذ القرار بشأن جميع المخططات التفصيلية من وزارة الأسكان بعد استفاء موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة يهمنا نحن وزارة الزراعة النطقات الزراعية المسارات المجيوب، المجار الأولية، المسارات الكهرباء، المسارات الغاز، المسارات الصرف الصحي يكون لا تؤثر على النطاقة الزراعية ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار حرص الحكومة على توفير مخططات متكاملة للخدمات ترعي الإشكالات السابقة وذلك لمواكبة التطور العمراني والسكاني الذي تشهده السلطنة ومن أخبارنا العربية والعالمية في هذه النشرة حيث أعلن المفد الخاص للمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن محادثات وقف إطلاق النار في اليمن انتهت دون إحراز تقدم يذكر وخلال مؤتمر صحفي في ختام مشاورات جينيف السويسرية قال المبعوث الأممي في اليمن أنه يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار ببذل المزيد من المباحثات دون ذكر موعد لمشاورات جديدة مشيرا إلى زيارة له إلى نيويورك لتقديم تقرير عن مشاوراته في جينيف للأمين العام للأمم المتحدة من جانبه حمل وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الحوثيين وأنصارهم من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح مسؤولية إخفاق المفاوضات التي دارت على مدى خمسة أيام ميدانيا قصف الطائرات التحالف بشكل مكثف عدة مواقع تابعة الحوثيين والقوات الموالية لهم في اليمن وذكرت مصادر محلية أن الغارات الجوية استهدفت العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظتي لحج والجوف في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفي مدينة صعدة قتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين جراء الغارات التي استهدفت مواقع الحوثيين قال وزير الخارجية التونسية الطيب البكوش أن موظفي القنصلية التونسية في العاصمة الليبية ترابلس أطلق سراحهم بعد أسبوع من اختطافهم مشيرا إلى أن الموظفين عادوا جميعا إلى تونس وكان مسلحون ليبيون قد قاموا الأسبوع الماضي باختطاف عشرة من موظفي القنصلية التونسية في ترابلس بعد اقتحام المقر وأطلقوا سراح ثلاثة منهم في مرحلة أولى أطلق فلسطينيون النار على إسرائيليين قرب مستوطنة في الضفة الغربية ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح وكانت القوات الإسرائيلية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة حول المسجد الأقصى مع تدفق آلاف الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك وقامت قوات الاحتلال بنشر العشرات من عناصر الشرطة وقامت حواجز أمنية حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس ومع قدوم شهر رمضان المبارك يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاع معيشية صعبة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة حيث لا تزال مئات الأسر بلا مأوى بسبب العدوان الذي شنته إسرائيل العام الماضي على القطاع منذ سنوات اعتاد الفلسطينيون في غزة على قضاء شهر رمضان المبارك بتقوص تتغير بتغير الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة على القطاع هذا العام تستقبل مئات العائلات الفلسطينية رمضان بلا مأوى إثر تهدم بيوتهم بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة العام الماضي أكثر من مئة وعشرين ألف مواطن دمرت بيوتهم لا زالوا مشردين عند أقاربهم أو بعضهم تسلم بدل إيجارات البطالة في غزة وصلت إلى سبعين في الماء ملف الإعمار تقريبا معطل تماما إلا في الإصلاحات البسيطة الاقتصاد ينهار كل دقيقة في غزة كما يشهد القطاع ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بصورة لا تتناسب مع دخل الأهالي وارتفاع احتياجاتهم خلال شهر رمضان بالنسبة للحل المادية كل الناس أنا شايفاو الشعب الفلسطيني كله الشعب الفلسطيني يأسان كله تعبان كل الناس تعبان رمضان زي كل سنة حصار ورغم ذلك يحاول الأهالي في قطاع غزة أن يعيشوا أجواء هذا الشهر الفضيل بكل تفاصيله ونفحاته الإيمانية راجين الله أن يخفف عنهم معاناتهم وظروفهم المعيشية نحن لازم نعمل أجواء لرمضان لو ما كانش فيه أجواء رمضان لازم نفرض أجواء رمضان نحن هذه أجواء إيمانية لازم نفرح الصغار بكف حروب بكف مشاكل بكف هذه نحن بدنا نعيش زينا زي الناس بلد المساجد في استقبالها لرمضان قبل الفترة بكثير قبل أشهر كانت المساجد تعقد الدروس وتعقد المحاضرات على فضل الصيام وعن فضل شهر رمضان في شهر رمضان المبارك جل ما يأمله الفلسطينيون هنا في غزة حلول سياسية تخلصهم من أزماتهم المتلاحقة فهم كما يقولون مصممون على الاحتفال بشهر رمضان والتغلب على ظروفهم الحياتية بإيمانهم العميق بكرم الله في هذا الشهر الكريم مناحلس لتلفزيون سلطنة عمان غزة فلسطين قالت السلطات العراقية إن نحو عشرين شخصا من تنظيم داعش والجيش العراقي قتلوا وهصيب عشرة جنود في مواجهات عسكرية بين الطرفين في مناطق تابعة لمحافظة الأنبار في الأثناء قتل أكثر من أربعين شخصا من عناصر تنظيم داعش في سلسلة عمليات عسكرية للقوات العراقية بحسب حصيلة أعلنتها وزارة الدفاع العراقية ونفذت القوات العراقية هجوما في مناطق متفرقة من الطارمية والهورة أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف تنظيم داعش وفي منطقة حصيبة الشرقية تمكنت قوات الجيش العراقي من قتل ثلاثة مسلحين وحرق وتدمير حاملته رشاشات إذن نشرتنا لازالت مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل مشروع حصاد الضباب مشروع يوفر مئات الكيلومترات على محتاجي مياه الشرب ببعض قرى المملكة المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم ثانية أعلنت كوريا الجنوبية اليوم حالة الوفاة الرابعة والعشرين بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيما بلغ العدد الإجمالي لإصابات 166 منذ بدء تفشي المرض والتي باتت البلد الأكثر تأثرا في العالم بالفيروس وإلى اليونان حيث أعلنت الحكومة اليونانية انسحابها من منطقة اليورو بعد إعلان وزراء مالية مجموعة اليورو عدم التوصل لأي اتفاق بشأن أزمة برنامج الإنقاذ المالي بين الخروج من منطقة اليورو والبقاء فيها تدفع الحكومة اليونانية بكل ثقلها السياسي لإقناع نظيراتها في المنطقة بأهمية اقتصادها للمنظومة ككل وللاقتصاد العالمي فبعد إعلان وزراء مالية مجموعة اليورو عدم القدرة على التوصل لأي اتفاق بشأن أزمة برنامج الإنقاذ المالي اعتبرت الحكومة في أثينا أن الخروج من الاتحاد هو بداية نهاية منطقة اليورو إن خروج اليونان سيكون بمثابة خطوة لا عودة فيها وستكون بداية لنهاية منطقة اليورو وبالقياس نفسه من تخوف الحكومة هذا كان أصحاب المال في اليونان على نفس القدر من التحوط إذ سجلت مصارفها سحب نحو ثلاثة مليارات يورو بعد ساعات من تعثر محادثات الحكومة ودائنيها مضافا إليها سحب أكثر من ثلاثين مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة الأزمة المالية في اليونان تتمثل في كون جميع جداول المواعيد المحددة سلفا قاربت على الانتهاء مع استمرار الحكومة بعدم الإيفاء بالتزاماتها ففي الوقت الذي تنتظر فيه الدفعة الأخيرة من قروض الإنقاذ الأوروبية البالغة سبعة مليارات يورو يحل بنهاية الشهر الموعد النهائي المحدد لتقديم أثينا كافة التزاماتها الأوروبية لسماح لها بالبقاء من عدمه وهو ما لم يتم الإيفاء به بحسب الدائنين صورة وضع اليونان المالي أوروبيا مشابهة لصورتها المالية دوليا فقد حذر صندوق النقد الدولي من أنه لن يمدد مهلة سداد الديون المترتبة عليها والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي الأمر العاجل هو العودة إلى الحوار في القاعة نتوقع أن أملا تستفيد الحكومة اليونانية من الأيام المقبلة لتأتيب مقترحات تخرجها من أزمتها الحالية وبرغم هذا الوضع الذي يعتبره محللون مفصليا في إعلان الإفلاس من عدمه إلا أن أثينا أعلنت أنها ستعمل لإنجاح قمة منطقة اليورو الاستثنائية والمخصصة لبحث أزمتها المالية الاثنين القادم تفعيلا للشراكة المجتمعية وتأكيدا على أهمية إدراك المجتمع خطورة الجريمة والمخدرات نظمت قيادة شرطة محافظة مسقط لقاء توعوي للتعريف بخطورة هذه الجرائم بمشاركة عدد من الوعاض وخطباء المساجد ضمن مبادرات تقوم بها شرطة عمان السلطانية لبث الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع في إطار الشراكة المجتمعية المستمرة بين شرطة عمان السلطانية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر التوعية وتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والوقاية منها يأتي هذا اللقاء الذي نظمته قيادة شرطة محافظة مسقط ودائرة الوعض والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الهدف من هذا اللقاء تحسين المجتمع وجعله خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم من خلال تبصيره بهذه الجرائم ومخاطرها بالوعض والإرشاد ودعوته للتمسك بقيمه وسلوكه الأصيل هذه لفتة طيبة ومباركة بإذن الله ستفتح لنا آفاق للقاء المباشر والتعرف عن قرب على مختلف أنواع الجرائم بالتالي التعامل معها فيما يتعلق بالوعض والإرشاد وفق الأساليب التي يجب أن تكون كما أن للوعض والإرشاد دور هام لا يختصر على دور العبادة فقط بل يشمل كافة الأماكن التي قد تعمل على تحصين الفرد من الوقوع في الجريمة حاليا انتشرت المرشدات الدينيات من وزارة الأوقاف في المدارس وفي الكليات وفي الجامعات كذلك في بعض السجون وانتشرت في المجالس كذلك فدورنا نحن نقيم بزيادة الوازع الديني للحاضرات في المجالس كما يساهم الوعض والإرشاد أيضا في كوانب الإصلاح والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وتقويم سلوكهم ليصبحوا مواطنين الصالحين وأعضاء فاعلين في المجتمع ويسهمان في غرس مفهوم الثقافة القانونية والجزائية المرتبطة بأنواع الجرائم المختلفة وما يترتب على ذلك من عقوبات بهدف الاستفادة من البحوث العلمية في بعض المؤسسات التعليمية لمنظمات القطاع الخاص وقعت كلية عمان البحرية وشركة مجيس للخدمات الصناعية مذكرة تفاهم المذكرة تهدف لتدريب طلبة الكلية في مختلف المجالات وفق تخصصاتهم البحوث العلمية ومجالات التدريب في قطاع الصناعة البحرية واللوجستية والمائية مثلت قواسم مشتركة جمعت كلية عمان البحرية وشركة مجيس للخدمات الصناعية مما حدا بهما إلى استغلالها وبلورتها في تعاون مشترك عبر مذكرة تفاهم الاتفاقية تشكل خطوة جدا مهمة بالنسبة للكلية وبنسبة لشركة مجيس للصناعات الصناعية خطوة راح تضع الكلية في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالبحوث التطبيقية والعلمية بإذن الله إن شاء الله لدينا من المقاومات القوية كالمقاومات البشرية وأيضا من البنية الأساسية موجودة معنا الحمد لله المذكرة تركز على مجال البحوث العلمية والتدريب العلمي بما يخدم الطلبة والطالبات ويعودهم على جو العمل بعض المشاريع اللي مجيس تنظر لها فيها مسائل بحثية من ناحية التقدم في التكنولوجيا فمجيس كما تعرف عندها منتقات المياه بالنسبة لمياه التبريد ومياه الصناعية ومياه الشرب وصرف الصحي وصرف الصناعي ومياه الرأي ومن المؤمل أن يعزز التعاون من تأهيل قدرات الشباب العماني في مجالات الصناعة البحرية ويساعدهم في سرعة الحصول على وظائف عند تخرجهم تلائم تخصصاتهم المتنوعة ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لفتح مجالات أوسع من التعاون بين المؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص وذلك من أجل الرقي بمستوى الطلبة والطالبات علميا وأكاديميا منصور السعدي محافظة شمال الباطنة مشروع حصاد الضباب مشروع ابتكرا لاستفادة من الضباب حيث يقدم مياه عذبة صالحة للشرب تستفيد منه حاليا خمس قرى جنوب غرب المملكة المغربية التقرير التالي يصلت الضواء على هذا المشروع غيرت فكرة بسيطة قائمة على تحويل الضباب إلى ماء حياة سكان خمس قرى جنوب غربي المغرب حيث جنبتهم مشقة قطع العشرات من الكيلومترات كل يوم من أجل الحصول على حاجياتهم من الماء الصالح للشرب وعلى ارتفاع 1225 مترا من سطح البحر وفوق قمة جبل مطل على خمس كرى متاخمة لمدينة سيدي إفني في الجنوب الغربي للمغرب انتصبت 40 شبكة ضخمة معطريضة مسار الدباب هذا المشروع يشكل حلا للكثير من مشكلات مياه الشفة للسكان الذين كان عليهم أن يقصدوا الأبار البعيدة جدا هذا كان يتطلب ثلاث ساعات ونصف الساعة بسبب شح المياه إن وجدت كانت هذه المهمة ملقاة على عاطق النساء والأطفال وتشكل الشباك فخا لقطرات الماء المتبلورة من الضباب إذ تقوم بحصدها باستمرار لتتم معالجتها بعد ذلك وخلطها مع مياه الآبار ونقلها بعد ذلك عبر الأنبيب إلى الكرويين القاطنين في القرى عند سفح الجبل كنت أملأ قنينتين بعشرين لترا لكل واحدة أربع مرات في اليوم لكن على رغم ذلك لم تكن المياه التي كنت أجلبها تكفينا لأن لدينا بعض رؤوس الماشية الحصول مباشرة على مياه عذبة في مثل هذه المنطقة المميزة بمناخها شبه القاحل يعتبر ثورة في نظر السكان إذن أعود وأذكركم بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء بتكليف من جلالة السلطان المعظم معالي الشيخ وزير العدل يفتتح جامع السلطان قابوس بولاية سمائل بمحافظة الداخلية عشرات المخططات اعتمدتها اللجنة الفنية للتخطيط العمراني بجميع محافظات السلطنة منذ العام الماضي انتهاء محادثات أطراف النزاع اليمني في جنيف دون إحراز تقدم لوقف إطلاق النار شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير في أمان لكم اشتركوا في القناة النشرة الجوية برعاية سيدار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا الوقت من كل عام على موسط وشرق وجنوب بحر العرب قد تطال بعض السحب العالية والمتوسطة السواحل مطلة على بحر العرب وايضا على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد وايضا بعض السحب قد تطال محافظة الضفار على المناطق الساحلية والمناطق المجاورة للجبال قد تمتد أيضا هذه السحب شمال المحافظة على سلسلتي جبال الحجر هناك فرص لامتداد بعض السحب المحلية خصوصا على سلسلتي جبال الحجر الشرقي احتمال أيضا لإثارة الأتربة والغبار على المناطق الصحراوية والمكشوفة بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية توقعت الأجوال لنهار الغد ولكن نبدأها بحركات الرياح وحركات الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطات السرعة تصل إلى 35 عقدة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد وبالتالي حالة البحر هائج الموج وقت ارتفاع له أربعة أمتار والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 70 إلى 95% على محافظات مسندم أو شمال المحافظة ورياح شمالية شرقية معتدلات السرعة تصل إلى عشر عقد وبالتالي حالة البحر متوسط الموج وقت ارتفاع له مترين والرطوبة النسبية تصل إلى 85% الرياح الشرقية على سواحل مطلة على بحر عمان معتدلات السرعة تصل إلى 15 عقدة حالة البحر متوسط الموج وقت ارتفاع له مترين والرطوبة النسبية عالية تصل إلى 95% أرجى محافظة مسغط قدن الأجواء مستقرة ومشمسة بحول الله ودرجات الحرى عند منتصف الثلاثينات عند منتصف الأربعينات في أرستاق مع فرص لتدفق وتفرق بعض السحب بين حين وآخر أيضا تلك الحال على شمال الباطنة ومحافظات مسندم أو على خصب ودرجات الحرارة عند مطلع الأربعينات على إبرى غدا الأجواء أيضا غائمة جزئيا ودرجات الحرارة 43 درجة مئوية عموما على سسلتي جبال الحجر وجبل شمس 22 درجة مئوية توقع الأجواء مستقرة وخالية من السحب على محافظتي الظاهرة والبريمي ودرجات الحرارة المتوقعة عند مطلع الأربعينات محافظة ظفار غدا بإذن الله هناك فرص لتساقط وانتشار تساقط بعض الرذاذ ودرجات الحرارة عند مطلع الأربعينات هناك فرص لتدفق وتفرق بعض السحب على ثمريت وأيضا على هيمة ودرجات الحرارة توقع عند منتصف الأربعينات عموما هناك فرص أيضا لتفرق بعض السحب على ساحل الجنوبي الشرقي للبلاد وخصوصا على جنوب الشرقية ودرجات الحرارة تبقى بين منتصف الثلاثينات ونهاية الثلاثينات هذا كان كل ما لدينا من حوال الطقس ودمتم برعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة